كل دولة هي تشتغل جمعية خيرية حتى يعني تسوي علاقات عامة أو علاقات لأسباب إنسانية مع دولة أخرى بالتأكيد كل الدول لديها مصالح وإذا كان يعني البعض يطرح أنه العراق يصير ساعي بريد أمريكا ما محتاج العراق يصير ساعي بريد هناك قوة إقليمية لها علاقات راسخة ولعبت أدوار كبيرة جدا في تخفيف التوترات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأيضا مع بين دول المنطقة قد تكون هي صالحة لهذا الدور أكثر من العراق ولكن من منطلق المصالح اليوم للعراق مصلحة وبالتأكيد الولايات المتحدة مصلحة لكن خلي نجي نسأل سؤال من له مصلحة أكثر في العلاقات هل مصلحة العراق بالعلاقات مع الولايات المتحدة هي أهم وأكثر يعني أكثر أهم أن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية لعلاقات مع العراق أهم لها وأفضل أنا بتقديري خبزتنا وين بتقديري هي مصلحة العراق هي الأكبر فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الدولتين يعني نحن محتاجين للولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما الولايات المتحدة الأمريكية محتاجة لنا